وزيتي الشاحات وكهربا نريد بس أقول حاجة مهمة جدا سنة 2012 الأهلي كان بيلعب كرانثينز في السيمي فاينال وعمل مطش كبير جدا جدا وخسر واحد صفر واحد صفر وبصعوبة وبصعوبة الحقيقة لأن الأهلي بصراحة يعني عمل مباراة كبيرة جدا قدام طبعا نحن مكسناش أمام الفرق البرازية خلاص كساعة احنا قابلنا مباراة تين قابلنا انترنسونالي وخسرنا منه وعملنا مطش كبير برضو وبعد كده نحن بصراحة توقعت أنه يبقى سهل أنه ياخد البرونزية لكن الحقيقة أنه هو راح خسر ضد منافس أضعف بكتير اللي هو مونتيري المكسيكي وبدأ سيئ جدا 2-0 ورجع من غير الميدالية احنا دلوقتي بنقول أن الأهلي كان رايح البطولة دي وهو عارف أنه حيلاعب بارني مونيخ في السيمي فاينال وكلنا عارفين أن الأهلي مش حيقدر يكسب بارني مونيخ ويعني أقول لك على حاجة احنا لو برشرونا ده فريق مصري كنا برضو هنروح وإحنا متوقعين برشرونا هيخسر من بارني مونيخ لا يعني هو حاليا بارني مونيخ دلوقتي طبعا هو الفيفوريت هو المرشح ضد أي فريق في العالم مش حتى فريق في قارتاء في أوروبا كمان هو المرشح حقوق الأبطال السناء دي برضو طبعا طبعا هو دلوقتي أقوى فريق في العالم فإنت رايح المفروض أن هدفك أن أنت تظهر بشكل كويس وهدفك أن أنت ترجع بميدالية اللي هي طبعا هتبقى أقرب البرونزية البرونزية بالنسبة للأهلي في المشاركة دي إنجاز ممكن تبقى البارني مونيخ مش إنجاز لأن طبعا البارني مونيخ لو خسره هو مش فريق معه خلاص برونزية يعني ما هو بالنسبة له هو رايح فريق علشان نكسب البطولة في الضيام البرونزية مش هتفرق لكن بالنسبة لنا بالنسبة للفريق أول مرة بيشارك بعد فترة طويلة وبالنسبة للفريق احنا عارفين الفروقات الكبيرة فمن نسبة لنا الميدالية مهمة جدا وإنجاز نفتخر به الفترة طويلة فلازم الأهلي دلوقتي خلاص صفحة بارني مونيخ اتقفلت اللي حصل في 2012 ده خلاص انتهى طبعا مباراة المركز التالت ازدادت صعوبة باخسارة بارني مونيخ من تجريس فالمباراة دي محتاجة تركيز انسى خلاص بقى صفحة بارني مونيخ وزي ما قال أستاذ شريف التجهيز النفسي لللاعبين لمواجهة بارني مونيخ احسن بكتير ونتعلم من ان التجهيز النفسي اللي عابين مواجهة بارني مونيخ ما كانش على أتماله